قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية رصد تصريحات مفادها أن سبب عدم إسناد مهمة الحوار الوطني إلى مجلس الشيوخ هو عدم ضمه للخبرات والكفاءة القادرة على تولي زمام هذا الحوار وفي بيانات صحفية أكد رئيس مجلس الشيوخ أن المجلس يضم قامة في شتى المجالات بالإضافة إلى أن 25% من تشكيل مجلس الأماناء من أماناء الحوار الوطني هم أعضاء برلمانيون ومن بينهم عضوان مجلس الشيوخ كما أشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن إسناد مهمة إدارة الحوار الوطني للأكاديمية الوطنية للتدريب يعد بمثابة خطوة على طريق تعزيز المشاركة الفعالة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والاستماع لجميع وجهات نظر القوى السياسية